السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وكيف مما وعدكم هذه تتمة ديال الفيديو السابق اللي غادي نشارك معكم التحلية والعاصير اللي قدمت في هاد المائدة ديال الافطار اللي كي تجي ولا اروع شوفوا معايا هاد تحلية اللي كتجي كريمية كتجي واعرة بزاف والما داق ما نقول لكم شا لبنات بواحد مكون اللي غادي تديروه غادي خلي لكم هاد التحلية كتجي رائعة جدا والعاصير ديال الباربة والبانان كي يجي تهوالديد بزاف فاللي كانت مهتم ما تبقى معايا هاد الاخر الفيديو هكا باش تستفدو وفرجة ممتعة وهنا اول حاجة في واحد الكسرونة غادي نديروها كواحد المائل قادية للزبدة وغادي نخليوها حتى تدوب ومن بعد غادي نضيفو لها هاد المكون السحري اللي كجيب بها التحلية وعرة بزاف اللي هو البنات الجزار هتحكوها كواحد الجزارة واحدة وغادي تضيفوها لهاد المائل قادية للزبدة وتخليوها حتى تشحر كيف ما غادي تشوفو معايا وغادي نضيفو لها جوج معا القكبار ديا السكار يكونوا عامرين مزيان كيف ما كتوفو معايا وغادي نخليو هادك الخزو او لا هادك الجزارة حتى تشحر وتدبل يعني كالطيب كترجع زوينة في الفشكة تاكلها ما كتبقاش هكا كتغزز كترجع زوينة وكتدوب في الفم سافي غادي نشحرهم كيف ما غادي تشوفو معايا ومن بعد غادي نضيفو باقي المكونات اللي معنا في هذا الوصفة وهنا عندي نصف لتر ديال الحاليب غادي نضيف عليه مية ميلي ديال الكريمة السائلة وغادي نضيفو له جوج معا القدية النشا يعني جوج معا القكبار ديال النشا من بعد البنات غادي نضيف لهم هكا واحد نكها ديال القشور ديال الحامض هادو عفوا القشور ديال البرتقال اللي كيتشروها كجاهزين كي يعطيوا واحد الماداق لهاد التحلية صراحة خطي رجد المهم لما كانت ممكن انكم تحكوا البرتقال القشورة البرتقال اللي عندكم فبتار وتستعملوها ولا القشورة الحامض المهم تنسموه باش ما بغيتو ولما كاش ممكن تضيرو الفاني يعي سكر الفاني بيه غادي تنسموها التحلية ديالكم سافي كيف ما كتشوفو معايا من بعد هدك الجزر ما تعسل ما شاء الله كيجي كيشهي غادي نضيفو له هدك الخاليط ديال النشاء والحليب والكريمة السائلة من بعد ما خلطناه مزيان سافي غادي هنا غادي نديروهم على النار كيف ما كتشوفو غادي نخليوهم حتى يعقد الخاليط ديالنا وحنا كنحركو كيما كنعرفو فاش كنديرو هكاش حاجة اللي فيها نشاء ولا الدقيق فضروري البنات غادي مقاوك نخلطو باش ما يلسقناش في القاعد ديال الكسرونا وصافي حتى نحصلو على ديك النتيجة اللي احنا بغين وصدقوني غير جربو هاد تحليا وخا غادي تشوفو الجازار غادي تقولو كيفاش الجازار بالخصوص اللي عندو دريالي صغار ديرو لهم الجازار في هاد تحليا هادي صدقوني كتجي رائعة جدا وكي يعني كتجي غزالة بنينا المهم هنا بعد ما عقد لي هادك الخاليط غادي نديروه في الكؤوس اللي غادي نخليهم يبردو هكا لصافي الكؤوس اللي عندكم البنات انا درت هادوه صغيرين عندي اللي الحجم ديالهم صغير على ذاك الشي غادي نتحصل على ستا ديال الكؤوس اما لكانو كسان يعني كبار براكم غادي تحتاجو يعني غادي تجيكم كمية ديال 3 ديالكسان فقط المهم غادي نخليهم هاكا ونخليهم حتي يبردوه تماما ومن بعد غادي ننتقلوه باشza نحضروا العاصر اللي عندنا إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك ديشتراك في القناةه لو كنتوا مازالوما .. ما شتركتوش وتفعلوا زير الجرس هكا باشيوصلكم كل جديد وكيف ما قلت لكم غادي نخلوه هون حتي بردوه ومن بعد ما غادي يبردوه في لبنات غادي نمرو باش غادي نزينوهم ضراري هذا المرحلة هاد المرحلة هادي سوف نضيف الباربا بردات تماما سوف نضيف الباربا بانانات سوف نضيف البارباة اصحوني بحليه باش ما بغيته اه ضروري لانما هاد العاصر هاد خصو شي حاجه اللي غادي تحليه يعني ذاك البنانات مك يعطوهش الحلوه بزداف فبتالي ضروري غادي تضيفو شي بحال للسكار او للأسل كيف ما بغيته سافي غادي نخلط الكل مزيان ومن بعد ما غادي نخلطهم غادي نديرهم في واحد القرعه اللي غادي نخليها في تلاجه اعلى ما تصل المغرب وعدك ساعد يكون برد مزيان ونقدموه بصحة وراحة بالنسبة للناس اللي كذي يعجبوهم الباربا فره هاد العاصر هاد غادي يعجبوهم حتى هو اه المهم نغيروش شوية دائما نديرو الباربا مع العاصر ديال البرتقال هاد المرة قدرتوه بالبانان هكا باش يكون شوية ديال التغيير مشيش دائما نفس الشي وصافي هنا يا العاصر ديالي غادي كما قلت لكم غادي نديرو في تلاجه حتى يبرد تماما وعدك ساعة غادي نقدموه بصحة وراحة ودهبا ان شاء الله غادي نمشيو باش غادي نزينو تحلية ديالنا تزين بسيط جدا ومفيد وهنا كما قلت لكم بعد ما خليت تحلية ديالي حتى بردت خليتها غير خارج تلاجه البنات على ما شدت راسها واحد شوية راه مك يعقاتش هاد يعني هاد التحلية هدي مك تعقاتش بساف لان الكمية ديالي درنا فيها قليلة فالموهم كتكون بردات كنجيب هنا يا الزبيب وقطعتوها البنات قطاع صغار يعني موهم الزبيب كتقطعوها كا قطاع صغير ورين وكنديروها كا من الفوق ديال التحلية ومن بعد كنجيبوه اي مكسرات عنكم شنو ما كان عنكم انا عندي لزم هرمش استعملتوك يعطاه واحد لداما نقول لكم مش كتجي واحد اللي ديالي بساف موهم هات حلية عادي انا متأكد غير غادي تجربوها غادي تعجبكم وكنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها لانما غاديش تندمو عليها لانه فعلا رائعة جدا كيجي المدق ديال داك خزو معادي كننك هادي الليمون الزبورتوكال اللي السعملنا صدقوني كاتشي خطيرة جدا كما كتشوفوا معايا هنا encourage them to��ه كاللوز كما قلت لكم ممكن تديرو اللوز ممكن تديرو اهabeاءة وكنتقالقاء حون الكوك الابنت حتى الكوك هاتي توتا معاها كيما قلت لكم ديك هاتي البرتوكالOW داك شاي وتي توتا مع الكوك فاآآ الزيين كيبقى اختياري ديرو ذاكش شي اللي عندكم اهم حاجة ان التحلية هي براثها لديدة بزاف شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي ولا ارواح كتجي زوينة بزاف كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها وتعرفوني اعلى شكا نهدر وده با غادي المرو باش غادي نشوفوا الشكل النهائي ديال العاصر وديال التحلية هنايا بالنسبة للعاصر فراكيجي كيما قلت لكم زوين بزاف كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوه وبالنسبة الكثافة راكمتم اللي كنت تحكمو فيها باضافة الماء المهم اه كتدفوا الماء لحسب الرغبة انا كيعجبني هكي يكون شوية يعني يكون خاتر واحد شوية فكنا نقدموه بها الطريقة ايلا كنتي قضي يعجبكم يكون شوية يعني خفيف معلكم غير تزيدو الكيمية ديال الماء وشوفوا لي عافكم القوام ديال هاد ديال هاد تحلية هدي كيفاش كيجي كتجي كريمية كتجي رائعة وكتجي واحد الماء داق خاطير جدا غير جربوها ما غاديش تنتمو كنتمنى من كل قلبي ان الفيديو ديال اليوم يكون للاعجاب ديالكم وتبا ما بقالي نقول لكم غير بسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر